واحدة واحدة كده مع بعض هنبص عليهم يوم خمس انواع نشوف كل واحد اولاد او طايب وان اه طايب تو في اي وبي وفي طايب تري وطايب فور وطايب ايه فايف. هنبدأ نشوف كل واحد اولاد ايه التغيرات اللي بتحصل فيه عشان ايه نفهم الكلام المكتوب ده. وبعدين بعديها هتلاقي في الصفحة اللي بعدها برضو هنتكلم عنه. طيب احنا هنمشيوم اولاد اه من اول واحد لحد خمسة نفهم كده كل واحد ايه المشاكل اللي بتحصل فيه عشان نقدر نتخيل ايه التغيرات. يعني الجدول ده اول مرة ينزل في العمل دي ممكن بقى الدكتورة تجيبهه لك وقال لحاجة وسواء تجيب لك المتغيرات دي وتقول لك قول ده نوع واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. او تجيب لك اي واحد فيهم وتقول لك ايه التغيرات اللي احنا ممكن نلاها فيه. فاحنا مش هنفهم التغيرات اللي هتحصل الا لو عارفنا ايه سبب المرض اصلا. دلوقتي اولاد احنا عندنا زي ما انتم اخدين في النظري حاجة اسمها كايلو مايكرون ببساطة يعني عشان اللي ما اذكرهاش قوي. الكايلو مايكرون يا ولاد او برضو ال VLDL اللي اتنين دول بالزات. دول بيحتووا داخلهم زي ما حضرك شايف كده على تاج دهون. كويس? تبقى من جوه دهون ومن براه ايه بروتين زي ما حضرتك شايف. تمام? عندنا حاجات تانية زي ال LDL والHDL اللي اتنين دول بالزات يا ولاد ما بيشيلوش جواهم وما جواهم ترايج الراسات وكل حاجة. بس النسبة الاكبر جواهم بتبقى كوليستيرول. خلاص? بقى احنا عندنا التاج موجودة في الكايلو مايكرون وفي ال VLDL لكن الكوليستيرول موجود في ال LDL والHD. خلاص كده تمام. مفروض يا ولاد ان الكايلو مايكرون وال VLDL دول يعني انتم عارفين بقى من نظري كلها عاد بيخرج منين مش موضوع هنا دلوقتي. بيفضل يا ولاد ماشي في البلط سواء ده او ده. لحد زي ما حضوياك شايف كده مايروح الانسجة. موجود عليها انزيم يا ولاد اسمه ليبو بروتين لايبيز. انتفقنا كده. الانزيم ده يا ولاد ايه وظفته? وظفته ان هو بيعمل او بيكسر التاج دي. ده طبيعي بيحصل فينا كل ده. تقوم الترايق اصلا الجسل دي تتكسر والانسجة تاخدها تبدأ ايه تستهلك. انتفقنا كده? طيب. طيب وان بقى يا ولاد بيحصل فيه ده ده. في اللايبو بروتين لايبيز. طيب. لما اللايبو بروتين لايبيز ده يا ولاد يبقى مش موجود. واحد مولود ما عندوش الانزيم ده. الكيلو مايكرون والVLD اللي هتفضل ماشية بالترايق الاسرايد بتاعتها في البلط. بس ايه? مفيش حد يكسرها صح? فتبدأ مش هتتكسر فتبدأ نسبتها في الدم ايه? تزيد. طيب. هل الـ LDL والHDL جواهم ترايق الاسرايد? اه جواهم بس بالنسبة ماياش كبيرة يعني. فمش هيتأثروا في المرض ده. اللي هيتأثر في المرض ده هو الكيلو مايكرون والVLDL لانه هم دول اللي جواهم ايه? ترايق اصايل جليسوا صح ولا لا? تمام. يبقى تعاكد ان بص على طيب وان مكتوب عندي ايه اهو. اه انت بس تفهم سبب كل مرض عشان تقدر تفهم الحاجات المكتوبة ده. بيقول لي الايه كيلو اللي هيزيد الكيلو مايكرون هتزيد. طب التوتال كوليستيرول بيقول لي نورمل او هو ممكن يكون نورمل لان المرض مش قصته اصلا الكوليستيرول. يعني المشكلة مش مشكلة كوليستيرول ده مشكلة ترايقل سرايد. حتى بص ترايقل سرايد انكريز دي جامد. يعني شرطتين هو يبقى انكريز. طب الLDL والHDL ممكن تبقى نورمل او TL. يعني يخلي بالك ممكن تبقى ايه نورمل. فانت خليك اكتر مع ان هي ايه نورمل. يبقى الكوليستيرول نورمل والLDL والHDL نورمل. لكن الحاجة اللي هتزيد هي مين? تعالوا نعلم عليها بقى. عشان ناخد بقى كده منها. ايه ممكن ان هم جايين على نعلم كده على ونعلم على عشان نفهم ان هم دول اللي ايه اللي ذاته. لكن بقيت الحاجات نورمل ما تغيرتش. خلاص? طيب تعال نشوف طيب الجزء يا ولاد التاني اللي هو وده متقسم واحد واثنين. طيب وانا يا ولاد زي ما قلت لحضراتكو في الفيديو اللي فات واحنا بنشرح طيب ايه ده? بيبقى السبب هو زي ما حضراتك شايف كده. يعني بيبقى في مشكلة في الجين بتاعها ما بيبقى في بيبقى يعني فالريسيبتور زي ما بتتكونش. فده اللي هو موجود في الدم وبيحمل الكوليستيرول المفروض انه هو بيحصل له فلو الريسيبتور دي مش موجودة ما حدش هيعمل لل فتبدأ نسبة في الدم ايه تزيد. وده يعمل لأولاد طبعا هايبر كوليستيروليمية. خلاص يا وراد? طبعا لو حد قال لي المرض ده ايه الطايب تو ايه? ايه الحاجة اللي زيادة فيه زي ما انت شايف كده الكوليستيرولية دي الحاجة الزيادة اللي فيه. ان المشكلة اساسا في الكوليستيرول. خلاص? طيب. طيب تو بيبقى بالمرة عشان نقرأ الاتنين مرة واحدة بيبقى بقى في مشكلتينة وراد. بيبقى رقم واحد عنده مشكلة في ال LDL ريسبتور عددها بيبقى قليل شوية. يبقى دي ايه? شبه تو ايه? شبه بالزبط النوع اللي فيه. بس بيبقى فيه حاجة زيادة اولاد. ال VLDL بيبقى على سطحه حاجة اسمها ابو بي. البروتين ده اولاد تكوينه بيبقى زيادة شوية. فمعنى كده ان تكوين مين هيبقى زيادة? ال VLDL بيبقى زيادة. يبقى المرض ده فيه مشكلتين لكن تو ايه كان فيه مشكلة واحدة بس. عشان كده اولاد المرض ده بيقولوا عليه ايه? لو تاخدوا بالكو كده. ديسليبيديميا. ليه بيقولوا عليه كده? عشان بيبقى فيه حاجتين مش حاجة واحدة اللي زيادة. بيبقى فيه كوليستيرول زيادة. طبعا بسبب ان ال LDL الريسبتورز بتاعته مش بتتكون كويس. فكده ال LDL هيزيد في الدم. وزي ما احنا عايلين ال LDL ده بيبقى مليان ايه? كوليستيرول. دي الحاجة الاولانية. طب الحاجة التانية تكوينه بيزيد بسبب ان البروتين الموجود على سطحه الليبر بيكونه بزيادة. يبقى ال LDL يكمان هتزيد. وزي ما قلت لكم من شوية ان ال LDL دي مليانة تراي اسايل الجيليسول. يبقى كمان تراي اسايل الجيليسول ايه? هتزيد. بان احنا عندنا حاجتين زيادة. عندنا الكوليستيرول زيادة وعندنا تراي اسايل جيليسول كمان ايه? زيادة. دول المشكلتين Dame موجودين. طيب تعال انا كده نقرأ بقى. اهو. طيب ايه? تعال ان بص عليه الاول اهو. ايه اللي هو اول واحد ده? ايه لحاجة زيادة اللي فيه? بص حاضر اتنعلم بقى. اهو ال ال اهو زياد. بدي اول حاجة. طيب ايه كمان? الكوليستيرول زيادة. دي المشكلة الاساسية اللي فيه. لكن الناحية التانية بقى تراجل السترائد نورمال. ال 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 زايد عشان هو ده اصلا مش احنا قصائلين كده اولاد اهو. ال 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 د ده هو ده اللي بيبقى فيه الكوليستيرول. فالريسيبتوريز بتاعته مش موجودة فيبدأ نسبته تزيد. خلاص? ده في التو ايه? لكن التو بي بص بقى لو انت اشاطر هتلاقي حاجتين اكتب عليه ميكسيت كده زي ما قلنا. حاجتين مش حاجة واحدة اللي زيادة. ال 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 فيه كوليستيرول وال ال 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 فيها تاجي. بقى الحاجتين زيادة بص. تلاقي كاتب لك التوتال كوليستيرول زيادة. التاج زيادة برد. خلاص? وال ال 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 الحاجة الوحيدة اللي مش بتتأثر اللي هي ال 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 ال. لان ده اصلا بيتخلص من كوليستيرول. فده يعني ما يهمناش او. طيب تعال نشوف بقى التلاتة انواع اللي بقى. طيب رقم تلاتة ده بقى اولاد بيبقى فيه مشكلة او دفكت في الانتاج بتاع حاجة اسمها ابو اي تو. زي ما انتم واختين في النظر يا اولاد بيبقى عندنا ال 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 وبعدين لما بنكسر الترايق اصال الجليستيرول الموجودة فيه. تحول لحاجة اسمها اي دي ال 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 بعد كده بيتحول الى ال 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 ال. كويس? طيب. اه دلوقت لو انا حصل عندي دفكت في ال ال ابو اي تو. يعني البروتين ده ما بتكونش كويس. مين اللي النسبته هتبدأ تزيد? ال 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 ال. كويس? تمام. طيب. اه تعال كده نبص عليها تلاقي مكتوب عندك اهو ال 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 هي ال 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 هو ده اللي بيزيد. طبعا الاي دي ال ده اولاد بيبقى جواه كوليستيرول. وبيبقى جواه برضو ترايق اصال الجليستيرول. باقي فيه لسه. فعشان كده طالما ده زاد يبقى الحاجتين اللي جواه هيزيدوا اللي هما الكوليستيرول. والترايق اصال الجليستيرول. لكن ال 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 وال ال 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 محدش قرب لهم فتبقى نسبتهم طبيعي. طيب. رقم تلاتة اه رقم اربعة وخمسة دول برضو سهلين. الليفر يا اولاد المفروض ان هو بينتج ال d ده بمعدن معين. ففرقم اربعة بيبقى في مشكلة في الانتاج بتاع ال v l dl بيبقى زيادة. يعني الليفر مسلا اولاد بدل ما بيكون اربع خمس جزئات vl dl في اليوم بيكون اربعين خمسين جزئ. طبعا vl dl زي ما قلنا من شوية. بيبقى مليان تراي اصال جليستيرول. يبقى كده نسبة تراي اصال الجليستيرول في الدم هاتزيد. تعم بص كده. اهو الحاجة الزيادة هي ال v l dl. ونيجي نبص كده في المتغيرات هنلاقي الحاجة الزيادة هي لكن الكوليستيرول ما حدش قرب له ولا الLDL ولا الHDL فالباقي دول ايه نورمال خلاص باي اخر النوع ولاد اللي هو طايب فايف ده بيبقى فيه مشكلتين بيبقى زي رقم اربعة بيبقى فيه مشكلة في البروداكشن بتاع الVLDL بيبقى زيادة ده رقم واحد رقم اتنين زي طايب وان بيبقى فيه دفكت او ناقص في تكوين اللايبو بروتين لايبيز فالنوع ده ولاد بيبقى فيه زيادة في الVLDL لان الليفر بانتجه بالزيادة ده رقم واحد والحاجة التانية بيبقى برضو في زيادة في مين في الكيلو مايكرون لان انا مش عارف اخلص من الدهون الموجودة جوايا اللايبو بروتين لايبيز بيبقى ديفشنت تمام يبقى برضو الحاجتين اللي هيبقوا زيادة هم الVLDL والكيلو مايكرون وفهمنا ليه هم بيبقوا زيادة طبعا دول مليانين تاكت راي قصائل جليسرول يبقى نسبتهم زيادة لكن الكوليستيرول نورمال والLDL والHDL بيبقوا نورمال خلاص بلاش نورمال قردكريس دي عشان ما تلخبطش نفسك نورمال يعني اعرف الحاجة اللي بتزيد ماشي والتانية تبقى نورمال خلاص اولاد اتفقنا كده عن الكلام ده طيب اه تعالا برضو نعدي على دولك بسرعة طبعا السكندريكوزيس دي اولاد احنا قلنا منها اسباب واحنا بنشرح في الهايبر كوليستيروليميا اللي قلناها في فيديو اللي فات فيه بس حاجتين عايزة ننبه حضراتك عليها النفروتيكسندرومي اولاد ده مرض انتو خدتوه واسمعنا عنه حتى احنا بنشرح الالكتروفوريسيس في البلد بيبقى فيه مشكلة اولاد في الاكسكريشان بتاع البلوتين بيرموا الالبوم انفيليوري واجد اولاد فور انكسبليندو كوز يعني الله اعلم ايه السبب ان الليفر البروداكشن بتاع الكوليستيرول فيه يزيد يعني نسبة الكوليستيرول بتبقى زيادة في العينين بتوع من نفروتيكسندروم وما يعرفوش ايه السبب في الحكاية دي برضا اولاد الثايزايد دايروتيك ده هتاخدوه ان شاء الله في الفارما وهتاخدوه برضو في الفيسيولوجي ممكن ده نوع من انواع الديورتيك مدرات البول الثايزايد اولاد من اسمه دايما انا دايما بفكره للشباب بقولهم سيازيد الثايزايد ده بيزود بعض الحاجات بيرفع نسبة الكلسم في الدم اولاد ولقوا ان هو ممكن يعمل حصوات وكده الحاجة برضو التانية لقوا بيزود نسبة الجولوكوز في الدم ممكن يعمل ديابيتس الجولوكوز اولاد الزيادة هتعرفوا ان شاء الله في سنة تانية او والناس عارفة كلها ان اللي بيأكل سكر كتير السكريات الزيادة بتتحول لدهون فطالما السايزايد بتزود التراي اصايل جليسور فلاقوا برضو ان هي ممكن نسبة الجولوكوز سوري فممكن تزود نسبة التراي اصايل جليسور الكورونيك رينال فيليار برضو يعني ايه لقواها بتزود نسبة التراي اصايل جليسور خلاص وبقيت الاسباب شبه اللي قلناها واحنا بنشرح في الاسباب بتاعت خلاص كده اولاد تقريبا ما فيش حاجة احنا سايبينها وده كل جزء العملي برضو عشان ناس كتيرة قاعدوا يعملوا كومنتات وبعتولي رسائل على موضوع الداة انتو كتاب العمل يا اولاد ده المصدر بتاع الداة اللي انتو هتذكروا منه وحدش يقول لي نزل لنا ده ده عشان ما يحصلش لاخبطة انتو عندكو كتاب عملي يذكروا منه خلاص? اه طيب برضو اولاد كان عندنا الجزء اللي هو بتاع الهايبر ليسيميا والهايبو ليسيميا وكان عندنا برضو الهايبر والهايبو ليسيميا الاتنين دول مش موجودين اعتقد في الكتاب يعني وفي جزء منكو برضو ما اسمحاش في السيكشن فانا احتياطي برضو هاولا باي بدلوقتي اول حاجة عايز اعرف الجلوكوز النسبة الطبيعية بتاعته اه يعني بنتكلم في العموم من سبعين لمائة وعشرة خلاص? وفي حاجة اولاد اسمها بوست برانديل خلمة بوست برانديل دي اللي هي بعد الاكل بساعتين اولاد مستوى السكر لا يتعدى مئة وثلاثين ميلي جريك خلاص يعني انا في الظروف الطبيعية لما يكون مش واكل قريب بنسميه راندم من سبعين لمائة وعشرة وبعد الاكل مفروض ما يعلاش عن مئة وثلاثين الكلام ده اولاد طبعا بسبب وجود الانسولن لان الانسولن لو لاقى حتى بعد الاكل ان المستوى الجلوكوز بدأ يزيد بيروح على طول يوطيه سواء بيخزنه بيحرقه المهمة ما بيخلهش يزيد في الدم تمام كده طيب دلوقتي عايز افكر مع حضرتك ايه اللي ممكن يعمل هيبرجليسيميا يعني انت جيت حضاك في المسألة مثلا تحسب لقيت مستوى السكر في الدم مثلا متين تلتمية اعلى من الرقم اللي انا اقلقول لك ده ايه اللي ممكن يكون عامل كده اول حاجة طبعا هتيجي في دماغي اللي هي الديابيتس مراض السكر طيب وزي ما قلت حضرتكو في السكشن ان الهرمون الوحيد اولاد اللي بيوطي الجلوكوز هو الانسولين فالناس طبعا اللي بيبقى عندهم دايابيتس دول بيبقى عندهم مشكلة ان الانسولين ده اما مش موجود اما مش قادر يشتغل بشكل كويس المهم ان في مشكلة بيبدأ مستوى الجلوكوز يزيد خلاص ما عادة ذلك اي هرمون تاني لو زاد اولاد بيرفع نسبة السكر في الدم بطرق مختلفة يعني لو الكورتزون زيادة الكورتزون ده مرض بنسميها ولد كوشين جسندروكو بتبقى هي دي اللي بتطلع الكورتزون زيادة الجروس هرمون سواء ولد الناس بتاخد دحقا جروس هرمون او الناس اللي بيبقى عندها اكرو ميجالي لو تسمع عن الاحكاية دي ليا الناس اللي ايه بيبقى عندها جروس هرمون زيادة زيادة الادرينالي او النور ادرينالي ورم لو حضراتكم سمعتوه اعتقد سمعتوه ممكن في الباسولوجي اسمه في كروموسايتوم طيب برضو السيروكسين الناس اللي هي عندها هايبر ثيرويدز معدها النشاط بتاعة غضة رقيازية برضو زي ما هونا بعض حالات مع الحمل لان برضو هرمولات الحمل برضو دي حاجات بترفع مستوى السكر بقى لو جالي في الامتحان قال لي ايه اسباب الهايبرجليسيميا هفتكر ان اما الانسولن ناقص يا اما العكس بقيت الحاجات ايه زيادة الهايبو جليسيميا بقى ولاد العكس يعني انت لو جيت مثلا بتحسب في المسألة لقيت مستوى السكر طالع 40 ولا 50 او 60 حد عشان في مسألة كنا حللناها مع بعض في السيكشن طالع مستوى السكر 60 المهم من مستوى اقل من 70 يبقى ده هيبو جليسيميا ايه اللي ممكن يكون عامل كده رقم واحد ورم اسمه انسولينوما قلنا ان البيتا سيل بتاعة البانكرياس اللي بتطلع الانسولن ممكن يكون فيها تيومر فعمالة تطلع انسولن كتير اوي فمستوى الانسولن اما يزيد هيعمل ايه هيوطي الجلوكوس جامد جدا صح هلو اوي او بقيت الحاجات تبقى قليل يعني عكس اللي فاتت دي يعني مثلا نقص السيرويد الناس اللي عندها هايبو ثيرويدزم او نقص الجروس هرمو او نقص الكورتيزون لو الادرينالجليند مش عارفها تشتغل فيها مرض بنسميه برضو دي من حاجات اللي بتعمل ايه هايبو جليسيم خلاص كده نقطة بقية التانية اللي عايزين يتكلم فيها اللي هي اليوريكاس اليوريكاس دا ولاد الليفل الطبيعي بتاعه سوني معلاش الليفل الطبيعي بتاعه في الميل بيبقى من ثلاثة لسبعة وفي الفيميل من اثنين لستة ميلي جريم خلاص يعني اي رقم اعلى من كده اعلى من سبعة يعني في العموم يبقى ده عنده هايبو يوريسيميا زيادة في نسبة اليوريكاس طيب اليوريكاس دا انت ليه خايف لما يزيد لما اليوريكاس دا ولاد بيزيد بيعمل مرض اسمه الجود اللي هو بالعرب اسمه الناقص اللي هو بيبدأ يترسب في المفاصل بيعمل التهابات في المفاصل ويعمل وجع ف لما بيزيد بيأثر على المفاصل ويعمل فيها مشاكل خلاص كده طيب ايه بقى اللي ممكن يعمل هايبار يوريسيميا يعني انا لو جيت احسب في المسألة الهايبو مش علينا لان هي ما بتعملش مشاكل اللي بيعمل مشاكل ان اليوريكاس دا ايه اللي ممكن يرفع نسبة اليوريكاسد الاول ايه هو اليوريكاسد قال لك والله الدين ايه لو نسمع عنه بيبقى فيه قواعد نيتروجينية اسمه البيورين صح البيورين دي لما بتتكسر بتدي اليوريكاسد يبقى اليوريكاسد دا عبارة ناتج تكسير البيورين اتفقنا طيب دلوقتي دا اليوريكاسد او موجود في الدم ايه اللي ممكن يخليه زيت حاجة من اثنين صح هو مفروض اولاد اليوريكاسد دا بيخرج عن طريق كدني بينزل في اليوريكاسد صح او ايه فيه حاجات بتكونه تكسير البيورين ايه زي ما اون خلاص فاللي زود نسبة اليوريكاسد في الدم حاجة من اثنين مالهمش تالت يا اما كدني بزت فيها مشكلة يعني زي حالات الرينا الفيليار او حالات الليد توكسيستي الناس بيبقى عندها تسمم بالرصاصة اللي بيشتغل في مصانع البطاريات بتاع العربيات والكلام دا الكلة فيها مشكلة فمش قادر تخرج اليوريكاسد فيبدأ مستواف الدم ايه يزيد صح يا كده او الناس اللي بيبقى عندها هايبرتنشان مزمن ما بتتعالجش بيأثر على الكلة بقى خلاص طيب على الناحية التانية بقى انه ممكن يكون الكلة سليمة وكل حاجة بس هو اللي بيتكون بكميات كبيرة دي بنسميها كده أولاد under excretion يعني مش عارف عامله excretion كويس وهنا كده بنسميها overproduction يعني الانتاج بتاعه زيدي ايه اللي يخلي انتاج اليوريكاسد يزيد رقم واحد في الضايت في الاكل red meat اللحمة الحمر اللحمة أولاد المصل لو خدتوها في الهيستولوجي بتتميز ان هي فيها ملتبل نيكلوياي والنيكلوياي بتاعتها بتبقى كبيرة وبتبقى دي نيه فيها كتير لما اكل حاجات دي كتير ان اولادها بيجي من تكسير البيوريت لما اكل انا حاجات فيها دي نيه كتير زي المصل هتتكسر وتطلع اليوريكاسد هيبقى كميات اليوريكاسد ايه زيادة صح كده طيب ايه تاني الناس اولاد اللي قدر الله ربنا عافين عندهم تيومر الاوراق لان عدد الخلايا بتبقى زيادة تيومر دي خلايا عمالة تنقسم بنسبة كبيرة فمليانة دي ان ايه كل شوية دي ان ايه بتاعها هيتكسر ويطلع اليوريكاسد الناس اللي بتشرب الكوهول الناس اللي عندهم هيموليتك انيميا تكسير فكورات الدم برضو الخلايا لما تتكسر هتطلع اليوريكاسد بنسبة كبيرة خلاص زي برضو ما قلت اذا ما يكو في السيكشن يعني احنا بنكتفي مثلا باربع او خمس اسباب لو جالك في الامتحان مش عايزين يعني حاجة اكتر مني